السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن وزن الجنين في الإسبوع الثاني والثلاثين وأيضا طول الجنين في الإسبوع الثاني والثلاثين وتطوره ونموه أولا وزن الجنين في الإسبوع الثاني والثلاثين يبلغ وزن الجنين في الإسبوع الثاني والثلاثين حوالي 1700 جرام تقريبا ثانيا طول الجنين في الإسبوع الثاني وثلاثين يبلغ طول الجنين في الإسبوع الثاني وثلاثين حوالي 43 سنتيمتر تقريبا ثالثا تطور الجنين في الإسبوع الثاني وثلاثين تتراكم الدهون تحت جلد الجنين ويتحول جلده من اللون الأحمر الداكن إلى الوردي الشفاف ويزداد وزن الجنين بوتيرة أسرع من طوله وتعمل الحواس الخامس لدى الجنين بشكل كامل وتكتمل أظافر الطفل بالنمو ويستمر شعر الرأس بالنمو هذا بالنسبة للجنين أما بالنسبة للأم في الإسبوع الثاني والثلاثين من الحمل يجب أن تقوم الأم بعمل زيارات إسبوعية للطبيبة المختصة بالحمل وستستمر معاناة الأم مع آلام أسفل الظهر والتشنك في الرجلين وسيحدث تصرب لسائل لونه أسفر من السديين يسمى اللبأ وهذا مؤشر على استعداد الأم للرضاعة الطبيعية وينصح أيضا بالإكثار من شرب الماء والسوائل والنم على الجنب الأيسر وينصح برفع الساقين عند الجلوس في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت دعونا بلايك وكومنت وشاركوا في الفيديو مع أصدقائكم واتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة